تهديدات واعتقالات ضد محامين من قبل السلطات الحكومية في العراق والتهمة هي الدفاع عن متهمين بالصلة بتنظيم الدولة هو عنوان تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش نقلت من خلاله شهادات محامين وجدوا أنفسهم متهمين أيضا بسبب تصديهم للدفاع عن معتقلين متهمين بالصلة بتنظيم الدولة ونقلت رايتس ووتش عن محامين عراقيين لم تكشف عن أسمائهم بالقول إنهم توقفوا تماما عن تمثيل المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم أو حتى تمثيل الأشخاص الذين يشتبهوا بصلتهم بالمتهمين المنظمة قالت إنها قابلت 17 محاميا يعملون في الموصل مع منظمات دولية ومحلية تقدم خدمات قانونية للمتضررين من النزاع المسلح الأخير في العراق المحامون أكدوا تعرضهم لتهديدات ومضايقات لفظية من قبل عناصر في جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية بسبب عملية التمثيل القانوني للمتهمين أو أسرهم الذين تعتبرهم الحكومة عناصر في التنظيم بينما قضل بعض الآخر فترات اعتقال تراوحت ما بين ساعتين إلى شهرين قبل أن يطلق سراحهم بدون تهمة تذكر المحامون قالوه إن قوات الأمن تعتبر أشخاصا معينين تابعين لتنظيم الدولة تلقائيا استنادا إلى المناطق التي يأتون منها أو إلى قبائلهم أو أسماء عائلاتهم أو في حال ظهرت أسماؤهم أو أسماء أقاربهم في مجموعة من قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين بتهمة الانتماء إلى التنظيم ونتيجة لذلك تقول المنظمة الدولية إن المتهمين بالصلة بتنظيم الدولة اضطروا إلى الاعتماد على محامي الدفاع الذين تعينهم الحكومة إذ نادرا ما يقدم هؤلاء دفاعا كافيا ويمنع المتهم من الوصول إلى الخدمات القانونية لما فقيه نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أكدت أن الحكومة في العراق تهاجم المحامين وفي نفس الوقت تمنع من هم بحاجة إلى خدمات قانونية من الحصول عليها محذرة من تأثيرات خطيرة على حكم القانون في العراق